اشتركوا في القناة في مملكة البحرين وهما سينوفارم وفايزر بيونتك ذلك بعد ان تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني باللقاحات في منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالامراض بالولايات المتحدة الامريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم من اجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس ونوهت الدكتور الهاجري بانه نظرا لكون الامهات المرضعات والنساء الحوامل من الفئات الاكثر عرضة للاصابة بمضاعفات فيروس كورونا فقد تم الاخذ بعين الاعتبار تأمين التطعيم للوقاية من الاصابة بالفيروس او مضاعفاته التي قد تكون خطيرة عليهم خصوصا في ظل الانتشار السريع للسلالة المتحورة الجديدة